لابد أن نفرق ما بين الخطأ والمخطئ فلازم نفرق ده فلما أقوله ده مش انت والخطأ ده مش لائق بيك وانت مش ممكن تكون الخطأ ده هو صفتك او الخطأ ده هو انت هو بيحس بحاجز نفسي بينه وبين الخطأ ده فيبقى عنده همة زي ده انه يتخلص من الخطأ ده وساعتها هنبقى عون له على الشيطان فكرين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه ما زال يحب الله ورسوله آه أولادنا زي بيبقوا على فكرة أنا بشوف في عناية والأولاد وبيجوا يشتشروني في مسائل التربوية أنا بشوف في عناية وهو بيكلم المراهق وهو بيفتت علاقة المراهق بربنا يقوله انت مش ممكن تكون بتحب ربنا وبتعمل الكلام ده لا 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 بلاش الكلام ده لازم نفرق ما بين المعصية والعاصي في تربية أولادنا وعشان كده احنا محتاجين نتعلم شوية أدوات مختلفة عشان نعمل شوية أنشطة تعلمه ازاي يضيف إضافات في حياته تساعده على انه يستبدل مكان المعصية أعمال أخرى وخاصة ازاي نخليه يستثمر هواياته ويستثمر ذاته لأن ساعد ما هو بيض من الزم ده معروفة عندنا أنه هو بيبقى عنده خلل في تعريف هويته تعريف ذاته لأن في الحقيقة النفس الأمارة بالسوق هنا ليه بقول لكم بيبقى فيه خطأ عندنا في مسألة التعريف الهوية لأن القاعدة الثالثة عندنا بتقول إيه فإحنا بنتعامل مع إدمانه للزم أنه عنده خلط ما بين حكتين ما بين خلط ما بين مفهوم اللزة ومفهوم السعادة النفس الأمارة بالسوق بتبتدي مع المراهق تعمله خلط ما بين مفهومين مفهوم السعادة ومفهوم اللزة فالمعصية بتشتغل على مفهوم اللزة وإحنا عايزينه ينتقل من مفهوم اللزة إلى مفهوم السعادة وإن السعادة مش هي اللزة فلما نوجد له أشياء تانية ممكن يعملها وممكن يسعد بيها وممكن يفرح بيها في الغالب هيترك هذا الزنب وهذهب إلى الأشياء المسعدة زي ايه؟ بنرجح جدا في فترات المراهقة هنا أن أولادنا يشتركوا في الأعمال اللي ليه علاقة بالخير والأعمال التطوعية والأعمال اللي فيها إحساس بأن الناس بتفرح وأن فيه فقراء بيسعدوا لما نروح لهم وأن ده بيخليه حس إيه ده؟ ده فيه عالم تاني غير عالم اللزة العالم الديق اللي أنا بعوش فيه في غرفتي وبقفل على نفسي وقاعد ببص في اللابتوب بتاعي بعمل حاجات قد لا يكون مناسبة لا ده ممكن أنا ممكن ألاقي حاجات تانية موارد للسعادة أخرى يبقى احنا لازم ندخله موارد جديدة عشان نخرجه إلى عالم السعادة من عالم اللزة كتير من الأولاد بتبقى مشكلتهم أن نمط حياتهم كمان ده كمان القعدة الرابعة أن احنا لازم نبص في نمط حياة أولادنا اللي هما لما أدمانوا معصية وأن احتاج نغير لهم نمط حياتهم لأن فيه أوقات كتيرة أن نمط حياتهم بيساعدهم على المعصية مثلاً أنا بسيبه الساعة تسعة وهو بيقول لواحده وبيكون خلص كل اللي عنده فبيكون عنده وقت كتير حاسس أنه فيه فراغ وبيحطه دوات بيعمل ايه؟ فبيستخدم فراغه دوات في المعصية أو مثلاً بحط ابني في وسط ناس حاسس بينهم أنه عنده رفض فمحتاج يحس برجلته ساعة فإيش رب صيائي فمحتاج أغير له نمط الحياة ده يبقى لازم أغير له برنامج ده لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن عاصي بني إسرائيل اللي قتل مئة نفس لما سأل الرجل العالم عن التوبة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انتقل إلى أرض كذا فإن بها أناساً يعبدون الله فعلمه أنه يغير من نمط حياته وإن عبادة الله سبحانه وتعالى محتاجة تغيير البيئة اللي انت فيها عشان تقدر توصل لمراد الله سبحانه وتعالى يبقى إذن لازم نعرف أنه فيه جملة من التغييرات لازم نعملها عشان نساعد أولادنا فلازم نغير البيئة اللي بتساعده على الزم عشان نقدر نتخلص من هذا الزم أحياناً كمان وضع المراهق في سن مبكرة في بيئة بتتبنى نموذج معرفة وين بقى المسألة الخامسة مراجعة النموذج المعرفة نموذج المعرفة يعني إيه؟ نموذج المعرفة يعني الإجابة على الثلاث أسئلة الكبرى اللي هي من أين أتيت وكيف أسير وإلى أين المصير في بعض الأحيان المراهق لما بتتجاوبش الأجوابة دي بمرجعية تحمل الهوية بتاعتنا إيه اللي بيحصل؟ بيحس أنه اغترب فيبتدي يفكر بطريقة مختلفة طريقة ما بتتبنيش على مرضات الله سبحانه وتعالى بتتبني على إيه؟ بتتبني على الكم ويبقى فكرة الحلال والحرام مش هي الفكرة المركزية اللي عنده لأن النموذج المعرفة اللي هو متبني دلوقتي نموذج بيتعامل مع الكم مش بيتعامل مع مش بيتعامل أبداً مع مسألة الحلال والحرام